لم يتوقع المواطن أحمد يحيى أن التكاليف عملية بسيطة ستكلفه عشرات الآلاف في المستشفى الحكومي الذي عرف بأسعاره شبه المجانية طوال السنوات السابقة طلبوا مني على خراج الحديثة 15 وسبعة أهل في الديث حق الفحص والله علموا كم يطلبوا مني حاجات ثانية يعني هذا حكومي ولا خاص هو قرار جديد من إدارة هيئة مستشفى الجمهورية يقضي برفع أسعار الرسوم التي يصل بعضها إلى 200% ما شكل خيبة أمل لشريحة واسعة تعتمد على هذا المستشفى الأكبر في نطاق عدن والمحافظات المجاورة فيما إدارة المستشفى تسوق عددا من المبررات بضرورة هذا القرار القصة الآن عندنا مركبة مش قصة دولار وريال قصة الظروف الحرب وقضية النقل البحري والنقل القوي والضرائب والتأمين يعني هذه كمان ساهمت إلى حد كبير جدا في ارتفاع الأسعار كمان نحن نطالب كمان بدعم كبير من الدولة وأنه موازنتنا يتم تحريكها وأنه يتم زيادتها وأنه يجب أن يعرفوا أنه ما كنا نشتري قبل سنتين أو ثلاث سنوات بمائة ألف ريال الآن خمسمية ستمائة ألف ريال لن تقيبه إلى رئاسة الوزراء التي تتبعها هيئة هذا المستشفى العام ترفع هذه القضية التي تؤرق غالبية المواطنين غير القادرين على التوجه إلى المستشفى الخاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة بين شكاوى المواطنين وتبريرات إدارة مستشفى الجمهورية ترفع القضية إلى وزارة الصحة والحكومة لاتخاذ الإجراءات السريعة وإنقاذ ما تبقى من العلاج المجاني آدم الحسامي قناة بالقيس عدن اشتركوا في القناة